من جديد يعود ملف الهجرة غير القانونية ليطفو على سطح الأزمة الليبية فبعد أن كانت السواحل الليبية راكدة لشهور ها هي القوارب تظهر مجددا لتعكر صفوة تلك السواحل عمليات إنقاذ متتالية شهدتها السواحل الليبية مؤخرا آخرها إنقاذ 181 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية في عمليتين منفصلتين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق أوضحت في بيان لها أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم أنزلوا في نقطة إنزال قاعدة ترابلوس البحرية تمهيدا لتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال إجراءة ترحيلهم إلى بلدانهم زالمين وفي عملية أخرى كشفت إدارة حرس السواحل عن إنقاذ 100 مهاجر غير قانوني من جنسيات إفريقية قبالة سواحل مدينة زوارا والزاوية وأوضحت الإدارة أن عناصر الزورقين فزان وأوباري التابعين لجهاز حرس السواحل تلقوا نداء استغاثة من غرفة العمليات الرئيسية لإنقاذ مهاجرين عالقين قبالة سواحل زوارا والزاوية حيث تمت إعادة هؤلاء إلى نقطة إنزال بوستة كما تم تقديم المساعدات الإنسانية لهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة بعد استكمال الإجراءات وبعودة هذا الملف إلى البروز مجددا ستزيد أعباء الحكومة الجديدة وستكبر مسؤوليتها كونه من أهم الملفات وأصعبها على الساحة الليبية وحتى الدولية ترجمة نانسي قنقر